السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الأربعاء 19 حزيران يونيو طبعا القمر اليوم موجود بالعقرب لغاية الساعة 4 و 31 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيش من عصر اليوم الأربعاء أو ما بعد العصر وبعدها بدو ينتقل القمر لبرج القاوس ورح يظل موجود في برج القاوس لغاية الساعة 11 و 8 دقائق من مساء يوم الجمعة القمر الآن موجود ما زال موجود في برج العقرب في منزلة القلب اللي هي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و 19 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الثلاثاء على الأربعاء بتوقيت جرينيش بعدها بدو ينتقل لمنزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته برضو لغاية ساعات ما بعد العصر ما منعرف الحل الوسط في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا من حب يا من كره يا من اتقرب يا من بعد يا من تواصل مع الغير يا من اقطع العلاقات ما في حلول وسط وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة لأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فممكن انهم ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولهم بإمكاننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التامين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار مهم او شراء منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة واربعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشي غير متوقع بشكل سلبي وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الاطوار ممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي او العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن انها تعرضنا للفراق اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح يكون الساعة اربعة وثمنتعشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بتعزز الخيال الخصب بيقوى الحدث وعلي فن وكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا هو الوقت المناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية الأمور الروحانية ايضا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة اربعة وثمنتعشر دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة اربعة وواحد وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراشي ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار الساعة اربعة وواحد وثلاثين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج خلاص القمر بانتقل بيستقر في برج القوس بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ونلتقي بأناس اكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية بيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل ايضا للسفر والاجازات وممارسة الرياضة والخروج في النزهات ويمكن اقتراض المال او تعلم لغة جديدة او ممارسة هواية او تجربة حضنة او التخطيط لرحلة او الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للاعمال التجارية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو اي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج متعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة وبرضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للابداع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لا إلها طبعا من الآن وحتى ساعات ما بعد العصر أو نقدر نقول بالشرق الأوسط لساعات المساء عنا العضاء التناسلية المستقيم الشرج الاحليل الغدد التناسلية المبايد البروستاتا عظم العانة والجينات أما من ساعات المساء وما بعد بصير عنا الكبد العجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية هاي العضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا بالنسبة للعمليات الجراحية يوصى بإجراء العمليات الجراحية إلا بفترة خلو المسار ومش للأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج القاوس خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة بيبدأ خلو المسار ساعة 10 و 57 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و 8 دقائق مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل عمره 13 يوم تمام الساعة 2 و 31 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج مندخل في اليوم الـ 14 نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس لآخر يوم موجودة في الجوزاء بعدها بدا تنتقل يوم عشرين ستة لو يوم الغد لبرج السرطان سعيدة بنسبة 70% القمر في العقرب ورح ينتقل للقاوس ورح يضل في القاوس ليوم 21 ستة منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر منتحس بنسبة 10% ساعات العصر سعيد بنسبة 15% عطارد في السرطان حتى يوم 2 سعيد بنسبة 45% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبع منتحس بنسبة 5% المريغ في الثور حتى يوم 20 سبع منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 30% أورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ممكن يتغير الوضع لصالحكم من الآن ولغاية ساعات المساء مع شرط التحلي بالليوني والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء تقبل أراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أما في ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة أهم مش إنه تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبرضو بإمكانك تعزيز العلاقة مع الأحبة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا تحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأن القمر ما زال موجود مقابلك لغاية ساعات المساء فحاول قدر الإمكان إنه تبعد عن الخصام وما تعادي أحد وتجنب الخلافات كليا خصمك قوي وطباعك مستفزة وليست هادئة ضبط الأعصاب مطلوب أما من ساعات المساء هنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافة الأعمال ولكن بدك تراعي ظروفك الصحية وتذكر أن القمر الآن بتجه لمقابلتك في ساعة المساء فهم بإمكانك تعيد ترتيب الأوضاع ممكن تتحسن الأحوال شيئا ما ولكن انتبه لصحتك في بعض الأوقات وما تكون في ردات فعل سلبية عندك من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات وما ضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا في فرصة لمناسبة لتحقيق إنجاز من الآن وحتى ساعات المساء فعشانيك ضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر هاي الساعات من أجمل الفترات وأجملها حظا في ساعات المساء بتكن تنتبه لصحتكم أكثر بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بالنسبة لموليد برج الأسد ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بينها تأثر على استقرارك لأن الضغط رح يكون على المستوى البيت والعائلة لغاية ساعات المساء فممكن تنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية وممكن تبدو قلق أو تتدمر لأقل إشارة أما في ساعات المساء بتبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء من الآن وحتى ساعات المساء أجواء جيدة للمفاوضات ممكن تقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة أو بإمكانك تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة بتتمتع وبتتميز بسرعة بديها وقدرة على إيجاد الحلول وعلى الحوار أيضاً أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعات المساء بتظل معنوياتكم ممتازة وتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم تطمئنها واجزك بإمكانك أنك توظف أموالك بشكل حكيم وممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة ولكن بدون مجازفات مالية وبدون مفاجآت أما من ساعات المساء بتنشطوا بالسفر والاتصالات ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات حتى الوقت مناسب لتحزيز العلاقة مع الأحباء برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر من الآن وحتى ساعات المساء بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير طبعاً يعتبر ساعات ممتازة القمر موجود بمنازلك الإيجابية فهي تعتبر من أفضل أيام الشهر في ساعات المساء بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم بتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع بالنسبة لموليد برج القوس بدكوا تبعدوا عن المغامرة وعن الرهان على الحظ ممكن يتعانوا من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية فما تجازفوا بسلامتكم فترة فارغة من الحظوظ فممكن تشعروا ببعض التعب أو تراجع في الصحة طبعاً هذا الشيء لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب أما في ساعات المساء الطاقة بتتغير تماماً بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لا تناسب وضعك الحالي وبتتمتعوا بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً تعتبر هاي الفترة مميزة لا التحالف لا التعاون للمشارك الفعلية ولكن حاول إنك تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما نوصل لساعات المساء اقتنس الوقت المناسب لإعلان رأيك للحصول على موقع معين لا التفاعل مع المسؤولين ولكن بمرونة في ساعات المساء القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزيمكم بالانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد ما تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ بالنسبة لموليد برج الجدي طبعاً بتكونوا تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة المشاكل من الآن وحتى ساعات المساء هاي فترة مهمة بتمتحنك فما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك بتظل هاي الفترة فترة جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولتعزيز العلاقة مع المسؤولين أما في ساعات المساء بتنشطوا بين الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو لقاء ودي أيضاً برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتستعيدوا اليوم حماستكم تنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كما أنه ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار يعتبر يعني ما زالت الأجواء إيجابية ودعمة لإلكم بشكل قوي حاول تستغلها لأنه النشاط والدينماكية موجودة وبتشكل لك هاي اللحظات لغاية ساعات المساء محطة للانطلاق بورش جديدة أما من ساعات المساء فهنا بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية وتعتبر بداية مرحلة جديدة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بتكونوا تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء